سلام عليكم تنتمنا دائما تكونوا في أحسن أحوال حضرت معكم اليوم فطائر غا تحضروها غير في المقلاة ساهلين بزف بزف المكونة ديالها قلال لكن الكمية وفيرة ما شاء الله واللدة لا تقاوم صراحة زوينين بزف قدموهم هكذا مع الزبدة والعسل أو زيت الزيتون حسب الرغبة ديالكم والوقت ديال الطهي ديالهم ما تياخدوش إلا تواني بالنسبة للطهي ديال كلفة طيرا وتيجوا رائعين حضرتوا معكم في المقلاة ديال سبع وجوه ماشي ضروري غير تحت طلب ديالكم كنتوا طلبتوا مني إلا حضرتشي وصفها هكذا في هذا المقلاة فأغاني تشاركها معكم ما تنسوش إلا كنتوا زروا القناة لأول مرة تشتركوا مرحبا بكم وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا في جديد القناة ما تنسوش لايك وبرتاج للدعم وباش تعمل فائدة شكرا لكم نخليكم على بركة الله مع المقادير غادي نحتاجو 400 مليليتر ديال الحليب الدافئ ما يعادي الجج كؤوس بالقياس ديال كاس لعنباه هاد الكاس تيساوي 160 مليليتر نفس الكاس غادي ناخدو به دقيق ديال القمح الفينو باش نعجنو ممكن تعوضو بسمي درقيقات ديال بغرير أي القطايف نفس الكاس غادي نعبرو به أو غادي نعمروه بدقيق الأبيض كاس كاس ملحاجة معيلقة كبيرة غير مملوئة ديال السكار ملعقة صغيرة مملوئة غير شويتاني ماشي بزيال ساف ديال الخميرة ديال الخبز بنسبل هاد الوصفة فيها معيلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز لكن تتجيني بزاف تندير غير معيلقة صغيرة غادي نحتاج لبيضة وحدة فانيليا وحدة وخميرة ديال حلوية نفئات 8 جرام طريقة سهلة غادي نديرو جميع المقادير غير في الخلاط حليب غادي يكون دافئ ما يعادي 400 مليليتر واحد نصف لت ديال الحليب غادي نزوله منه نصف كأس وغادي نديرو الكمية المتبقية في هاد الفطائر اللي هي مخنفر هادو هما الفطائر ديال مخنفر اللي كنتو جربتوهم هاد طريقة هادي تيجيو هاكدا غير صغيرين في هاد المقلعو تيجيو رائعين تيختلفوا الاسماء المهم هما فطائر زوينين ما بين المدق ديال السفنج ما بين المدق ديال بغرير المهم شي حاجة اللي زويرة ضفت كل مكونات غادي نضيف فانيليا من فئة 7.5 جرام بنسبة اللي مرح ما صورتوش مع المقادير فغادي نضيف دابا نصف ملعقة او اقل من نصف ملعقة غير صغيرة غير مبلوءات ديال اللي ملحو تيبقى حسب الضوء غير ما تكتروش بزاف باش ميجيو كومش الفطائر ملحين دابا ضفت الملحة وكل مكونات درتهم إلا بغتو تضعفو المقادير فغادي تديرو زلافة ديال الدقيق ديال فينو زلافة ديال الفورس والبيض ما غاديش تضعفو غادي تديرو غير بيضة وحدة كدلك فانيليا وحدة الخميرة ديال الحلويت غادي تضيفو نصف ساشي اخر اي 10 جرام ساشي ونصف من الخميرة اللي غادي يكون عندكم وملعقة كبيرة ممسوحة ديال خميرة ديال الخبز وغادي تديرو نفس الطريقة فالخلاط باش حصو على كيمية اكتر غير تبارك الله ما شاء الله هاد الكيميورة تتجي بكيمية اللي يزويه نتطعتنا 27 فاطيرة بالقياس ديال المقلة ديال السابع وجوه غادي نحصلو على الخالط اللي غادي يكون بحال هاد القاوام هكده واحد شوية اه سميك على الخالط ديال البغرير غادي نخليه في واحد الايناء وغادي نغطيه بلاستيك غدائي واحتوب وممكن ديرو احتشي بطانية هكده صغيرة ديال المطبخ ديال بلجو بارد باش يضعف الحاجم ديالو ما ياخدش الوقت بزاف تقريبا 25 دقيقة حتى النصف ساعة باش يختامر يلاك الجو سخور غير 20 دقيقة تتلقاه وختامر بالنسبة لي غادي نطيبو في هاد المقلة هادية راها معروفة ماشي ضروري ممكن اي مقلة غير متتلصقش او تكون متتلصقش من بعد مرور تقريبا 25 دقيقة حتى النصف ساعة القاوام تيتبدر كيف تشفتو معايا تيولي الخالي التقيل بحال هاد الشكل اي تيخمر مزيان غير يكون بحال هاد الشكل هادا تاني ما تخليوش يخمر بزاف بزاف تيضهروا فيه بحال هاد الفقاعات هكده تيكونوا قراب من بعضهم دلت المقلة تتخندابا على نار تكون متوسطاش شوية ماشي بزاف من بعد غاد نطيب هاد الفطائر على نار تكون اكتر من مهيلة غير بقليل ضروري متن دهنو بزيد المائدة بش يتحمر لنا هاد الفطائر تيتحمروا من الاسفل وغاد نعمروا هاد القواليب دي المقلة حتى الفوق بحال هاد الشكل باش نحصلوا على فطائر اللي تكون هكده مسفجين هكده كيف تونقولو من الداخل وتيكونوا خفاف ما يكونوا شاني رقاق ما تياخدوش كتر من توانيب الطياب ردوا لبال غير يبانوا لكم منشفوه من الجوانب ولو الواسط ما زال في شوية دي العجين فاقلبوهم عفوا باش مينشفوش لكم ومينجيوش هكده سامطين شفتو معي الفرق بينهم بالبغرير اللي بغرير فيه دوك التقاب تيكونوا رقاق ومتقاربين بزاف هادة تيكونوا التقاب هكده غير خفاف وهكده متفرقين تيكونوا كبار سافي كيف تنشوف العجين بدا تتنشف من الجوانب تنقلبهم باش نحصلوا على فطائل تيكونوا كيف تكرتليكم خفاف متخليوش حتيطيبو من الاسفل بزاف نفس الطريقة غادي تديروها في مقلة ديال باش نطيبوه البغرير او اي مقلة ما تكونش هتلصقوا سافي ماشي ضروري هاد المقلة تنأكد عليها باش ما تكونش عائق وما تحضرش الوصفة ممكن تحكموا في الشكل اللي بغيتون سواء يكونوا كبار هكده او في المقلة اللي على شكل مربع كيف يمكن لعندكم مقلة كبيرة تديرو هكده كمية قليلة من العجين متفرقة في المقلة وغا تحصل على نفس النتيجة اللي حصلت عليها في هاد المقلة هادي سافي غادي نقلبوهم غير على مرة واحدة بغيته يطيبو بنفس طريقة غادي نستعمروا دائمتا ده المقلة غير بشوية ديال زيت المائدة متا نكترش غير شوية باش ياخدو داك اللون هاكده مذهب متا نحتاش نغطيهم هاكده اللي زوتهم بالمقلة غيرتا نحتف تبصيل وتنستمر حتى تنكمل الكيمية اللي بقات عندي بالنسبة لهاد المقلة سبق حدرت معاكم فيها بيتزا سائلة جات زوينة بثافتا نتمنى صراحة تكونوا جربتوها معانا الفيديو مالقاش حدوم المشاهدات للأسف مهمتي يظهر لكم في الصورة غا نخليكم الرابط في اسفل الفيديو حدرت معاكم فيها كدلك بانكيك بحبيبات الشكولات يظهر لكم دابا تيجي هائل بواحد الوصفة اللي ناجحة مليار بالمئات نتمنى تجربوها وراء جربتوها او جربوها العديد من الأخوات ونجحت معاهم حدرت معاكم كدلك بغرير اللي تيجي رائع بمقادير اللي مضبوطة في نفس المقلة تظهر لكم الصورة المهم غا نخليكم رابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف نفس الطريقة غا نقلب الفطائر غير تيبلو ينشفو تنقلبهم ما تنخليهم مش هدو وسر ديالهم ما تخليهم مش حتى يطيبوا من الأسفل بزاف ويتحمرو فغا يجيوا قاسحين شوية او غا يجيوا صامتين شفتوك تيجيوا هكذا تيجوا مفشفشين كيف تنقولو وخفاف صراحة لدد بزاف إلا ما جربتوهم شغير جربوهم بهاد الوصفة وكدلك الطريقة هكذا على شكل فطائر صغيرة او حسب الرغبة ديالكو بنسبة الوصفة ديال المخنفر فممكن تديرو غير الماء بدل الحليب تديرو غير الماء هو باش يتخلط لكن تنفضل الحليب تيجيوا هكذا شوية مميزين لكن ما يبنعش انكم ممكن تستعملوا غير الماء وتنحصوا على كيميان اللي وفي رتبار كلارة 27 حبة او فطيرة هكذا بهاد الحجم تنستمر دائما تندهن بزيت المائدة وغادي ندير الكيميان اللي بقات بالنسبة لتقديم ديالهم فغادي تقدموهم سخان هكذا مع كاس ديال اتاي او كاس ديال القهوة ممكن تقدمون كدلي كدفين الى بقاوا لكم هكذا غادي تديرو مغيط تبصيل وغادي تغطيهم بلاستيك غدائي وغادي بقاوا هكذا طريين الى بغيتوهم غادي تسخنوهم في الالة ديال البانيني او تسخنوهم في المقلة ممكن كدليك تحتفضوهم في المجمد وتجبدوهم هكذا يدي كونجلو وتسخنوهم هكذا يلا بقاوا عليكم هكذا درتو كيميا كتير وبقات فما غاديش تضيعوها غادي تحتفضو بها في المجمد تنتمنى الوصفة ديال اليوم ما تعجبكم يكون توفقت في الشرح جربوهم تيجيو هائلين بالخصوص مع الزبدة والعسل وهو ما كده سخن مع واحد الكاز ديال اتي او القهوة حسب طوق ديالكم تنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتجربوه ساهل بزف بزف حضروه الوجبة ديال قوتيل وليداتكم وليكم كذلك الضيوف ديالكم شي حاجة اللي ساهلة راقية وسريعة فنفس الوقت دومتم في امان الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة